موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الفضاوة وملازمة البيوت التي لا نبرحها هذه الأيام جلست أفكري في أحوال البشر وما سيحدث بعد انقشاع أزمة كورونا لذلك وجدت أن الناس ستندفع في البداية إلى السفر برا وجوا وسترتفع طبعا وجور الطيران وكذلك أسعار الفنادق نسبة لتدافع الناس وارتفاع الطلب على الحجوزات وسيسافر كل قادر إلى أي بلد فالمهم هو الانعتاق بعد هذا الحبس القدري أيضا سيكثر الإنسان من كل شيء حرم منه خلال الأزمة ولذلك ستمتلئ الجوامع بالأتقياء المعلقة قلوبهم بالمساجد شوقا وحمدا وابتهالا وبالمقابل ستمتلئ الحانات والملاهي الليلية بروادها وربما تكون الجائحة الكورونية قد عالجت وقلصت كثير من المدمنين من بعض عاداتهم التي عجزوا عن تركها فكانت ملازمة البيت القسرية سببا في ذلك أيضا أرجو أن يتغير تعريف حقوق الإنسان الذي تم تفصيله على غير الوجه الصحيح لنرى المعنى الحقيقي للحقوق الإنسانية النقطة المثيرة بالنسبة لي هي شعوري أن الإنسان في هذه الأزمة قد تدرب على التعامل مع الحبس ولن يستصعب بالتالي دخوله للسجن لاحقا وهذا العامل السلوكي لو صدق ظني سينهك الحكومات لاحقا لأن السجن لن يصبح لوحده رادعا كافيا فهل هذا الاستسهال سيدفع بعض البشر الذين لديهم سلفا نزعة الإجرام إلى الجريمة لا أدري أقول ربما لكن الأكيد أن وباء كورونا سيغير وجه العالم وستتبدل مواقع العديد من الدول على رقعة الأرض وستتقدم بعضها وترتد أخرى بحسب الموجودات الاقتصادية والبنى التحتية والتفوق البشري وسيزداد التائبون المحتسبون إيمانا وسيمضي الهائمون في هيامهم وسيعبوا كل عطشان من معينه أيضا ستخرج لنا أزمة كورونا كوام من الابداع البشري في الانتاج الأدبي والشعري والرواي والسينمائي سنضحك كثيرا مع كثير من مفارقات كورونا الكوميدية وقد نحزن على ما قد نراه لاحقا من التوثيقات المرئية أيضا فإن كورونا سيجعل الكون وساكنه إن شاء الله أنظف وأطهر وأتقى وستزداد العناية بصحة أيضا لا بد أن يقلل الصينيون بصراحة من أكل كل شيء وأي شيء أيضا سيحدث عند بعض الناس إفراط ولبعضهم تفريق لكنها اندفاعة الممنوع المحبوس وكل ممنوع مرغوب وسيعود هذا التطرف بعد حين إلى حالة التوسط والتوازن وسيبقى الخير والشر كما هو دائما حالة النسبية أخيرا هذه مجرد همهمات محبوس علشان ما تقولون الأخ صار ميشيل حايك على غفلة فاصل